اشتركوا في القناة اللي موجود عنا في العالم العربي بل وانه صار فيه مندوبين وصار شغل كبير في الموضوع فبالتالي اغلبنا عنده حساب على شيئن سواء لنفسه سواء لزوجته لعياله لأي حدا يعني من معارفه فيه ثلاثين الف حساب من شيئن طبعا هذا الخبر كان من الفين واحد وعشرين ولكن الثردة هي انتشرت من الفين وعشرين ولكن البيانات لا تزال صالحة الى الان بعد التجربة ما شفت الخبر ابدا تم نشره يمكن تم نشره على صيغة خبر ولكن لم يأخذ صيته ابدا طبعا التسريب موجود على احد مواقع التسريبات المشهورة موجود بشكل مجاني ليس للبيع فقط تمام موجود بشكل مجاني وفيه قاعدة بيانات اخرى اكبر منها الان مش من مصلحة افرجيك اللينك اللي بودي لهذا المنتدى مش من مصلحة افرجيك التسريب بالكامل ولكني راح افرجيك مقتطفات تثبت لك وجود التسريب في البداية اللي نشر التسريب يوزر اسمه تشكي في هذا المنتدى الخاص بالتسريبات راح تقول لي استاذ سيف احنا شفنا كثير فيديوهات عندك بتخص التسريبات تسريبات بتخص مواطنين لكويت تسريبات بتخص جامعات في الامارات في السعودية شركات عقارات في السعودية وغيرها من كثير امور انت تكلمت عنها في فيديوهات التسريبات من وين بتجيب هذا الكلام الان راح احكي لك صديقي الان احنا كافراد في شركة سيكوريتي من احد خلينا نحكي الروتين تبعنا او وظائفنا اليومية او الاسبوعية هي مراقبة اخر التسريبات اللي بتمنشرها واللي بتكون موجودة تمام راح تقول لي كيف بتراقبوها راح احكي لك من استخدم شوية بلاتفورمز بالاضافة لمراقبة اشهر عشر خلينا نحكي اشهر عشر ليك فورومز او منتديات للتسريبات ومراقبتها باستمرار ويعني خلينا نحكي بريتيند او تمثيل ان احنا احد الاعضاء نتكلم معاهم نكتب خلينا نحكي ثريدز منشاركهم ببعتولنا معلومات واغلب المعلومات اللي منجيبها بكونوا قاموا بنشرها كاعلان سواء مدفوع او غير مدفوع راح تقولي طب هذا الكلام انا كيف ممكن اعمله كشخص الان راح نكمل في موضوع تسريب شيئا ولكن بدي افرجيك اعلان بسيط جدا هذا الان موقعنا بتلاقي اسفل فيديو موجود بالدسكريبشن رح لقسم كورسز طبعا حاليا في خصومات كبيرة بمناسبة شهر رمضان المبارك ولا تخاف هذا مش اعلان طويل هذا اصلا احد اساسيات اللي قامت عليها القناة ولكن بدياك تشوفها دورة اللي هي دورة جمع المعلومات والاختراق بالطريقة الاستخباراتية دورة من حضرك فيها لتكون مستشار امن معلومات للافراد بالمعنى الحرفي يعني كل الشغل التقني الامني تمام اللي بيحتاجوا مثلا خلينا نحكي الحكومات او كعمل حكومي امني في الاجهزة الامنية الرسمية كل المهارات التقنية اللي بتحتاجها لتشتغل هناك منقدم لك اياها وزيادة في احد الوظائف برا اسمها او محقق خاص بامكانك ايضا تشتغلها هاي الدورة بتعلمك كيف تبحث بالانترنت المظلم وين تلاقي التسريبات كيف تستخدمها بتحذير الناس كيف ممكن المخترقين يستخدموها بالاختراق لهيك لازم دائما تحذر الناس راح تقول لي ايوه استاذ سيف عشان هيك انت بتحذرنا عن موضوع شيئا بقولك بالضبط صديقي لانه انت ممكن نفس الباسورد اللي مستخدمه على حسابك في شيئا مستخدمه على جيميل ممكن عندك قناة يوتيوب ممكن حساب فيسبوك مهم جدا بالنسبة لك حساب انستجرام انت مشهور عليه فهذا التحذير مهم جدا بالنسبة لك وهي الدورة ايضا بتعلمك كيف بتم اختراق حسابات التواصل الاجتماعي كيف تأمن حسابات الاشخاص وتحقق وتعرف مين المخترق كيف تفحص هذه الحسابات والاجهزة اذا كانت مخترقة طبعا في دورة اختراق الموبايل دورة اختبار الاختراق المتقدم بتعلمك كيف تقوم بعمليات اختبار اختراق على السيرفرات مثل الموجودة في البنوك وفي الشركات وتكون عمل رسمي بالنسبة لك دورة صائد الثغرات بتعلمك تكتشف ثغرات في المواقع بتؤدي الى اختراقها وتبليغ هذه الثغرات لاصحاب المواقع او للمطورين والحصول على مكافآت مالية بالمقابل وهاي هي الدورات اللي نقدمها بامكانك تشترك فيها مباشرة من الموقع بالاسعار الموجودة مع كود الخصم او تحصل على خدمة الحصص الخصوصية وهي اني انا اكون انا المدرب سيف مخارزة معك شخصيا اثناء فترة التدريب اوكي اوكي خلينا نكمل بالشيء اللي كنا فيه الان بعد ما تضغط على طبعا بنرجع منحذر هاي المواقع اغلب اللي فيها بكونوا او مخادعين او مخترقين فبالتالي اي ملف بتحمله على مسؤوليتك احنا ما بننصحك اصلا تفتح هاي المواقع احنا منراقب عنك احنا منعطيك اه خلينا نحكي الاخبار المهمة اذا انت مستخدم عادي مش مهتم في الامن السيبراني لا تدخل ولا تتجول ابدا في هاي المواقع انا نزلت الملف كاملا اسمه اه خلينا نحكي ان نزلته عادة على الديسكتوب اوكي ما في مشكلة منتغل داونلود مرة اخرى اوكي رحنا لكلاود اه دوت ميل دوت رو طبعا انتو بتعرفوا ميل دوت رو هو ايميل روسي تمام بتقدر تعمل يوزر عليه بتقدر ترفع عليه ملفات بهذا الشكل اسم الملف شي ان دوت تي اكستي ضغطنا الان على داونلود بنستنى انه يعطينا الرد اه رمضان مبارك اصدقائي طبعا لو ضغطنا على داونلود مرة اخرى طيب ما طلع لنا شيء خلينا نشوف الملفات مفروض هون على الديسكتوب يعني يكون موجود بس عموما داونلودز ما في ايش انا عاد نزلته ولكن بغض النظر الان بنراقي لك الملف طبعا الملف صديقي كان تحت التحميل ولكن داخل التوزيع اللي انا بستخدمها لتصفح الانترنت المظلم كان الانترنت بطيء فاخدتها على التوزيع الاساسية وهذا الشيء ما بنصحك انك تعمله ولكن كنا بتاكديد الملف امن ملف تكست ما في ايش وهاي هي الايميلات والباسوردات تخيل حجم كبير جدا الملف اصلا اخذ وقت لبينها فتح 100% فهاي هي الملفات بشكل كامل وطبعا بعد شوية التجارب على بعض الايميلات والباسوردات تأكدنا انه بعضها لا يزال فعال الى الان الباسوردات اغلبها ما تغيرت في بعض الايميلات لا تزال موجودة وفي كثير اسماء عربية يعني مثل ما انت شايفو هنا ياسمين في اسماء اخرى كثير عربية يعني لو نزلنا شوي ممكن تلاقي اكثر من اسم فالموضوع شوي مقلق يا اصدقائي اذا كنت بتستخدم نفس الباسورد في كل المنصات فانت بحاجة انك تراجع نفسك هذا كان التحذير اللي بنقدم اليوم بحاجة اخبركم انه احنا بشهر رمضان راح نكمل في غرفة عمليات مختبر الاختلاق راح نخترق كثير لابز اعمل سبسكرايب للقناة و لايك للفيديو وفعل زر الجرس وخليك على خليني نحكي خليك مراقب جيد للقناة و للمحتوى اللي راح ننشروك ماكم سيف مخرزه مع السلامة